ما قال المشهر مرتضى منصور هنكسب وهنخسر وهنتعادل ومشان اخد كل البطولات وهنكسب جزء من البطولات والاهل هياخد بطولات وفي فرقة جديدة ممكن تاخد بطولات عادي دي رياضة ودي ودي كرة مكسب وخسارة مش هنكسب على طول مش نكسب بالعافية مش هندي طول الوقت ان لو خسرنا يبقى فيه مصيبة فيه كرسة فيه تحكيم فيه مؤمرة فيه فيه زملكة الدولة فيه اي حاجة فيه فين الاضارة صحة وفيه ان كل حاجة صحة وفيه يعني او اللعيبة هي اللي وحشة واللعيبة يعني لازم يبقى فيه اي حاجة مبررات لا في النهاية او جمهور الزمالك زيادة او الملعب وحش او اي يعني لازم يبقى فيه حاجة تتسبب في تعادل او هزيمة الفريق او المغرب بتنظم بكل البطولات او انه نبقى مع المغرب يوم ما تنظم كاسعالم للاندي عشان في مصلحتنا اي حاجة انا هبدأ من عندما انتهى المستشار انا قال كلمة عجبتني جدا قال قفلنا الصفحة وهنبدأ صفحة جديدة ده الطبيعي والعقل بيقول كده والرياضة بتقول كده عندما قاه اعوانة كبيرة لازم اقوم تاني واكمل واواصل اما لو اعدتوا طول الوقت اتكلم عن مدرب وعن لعبين وعن ادارة نادي يبقى انا محلك سر مش هتحرك قبل بس ما اقسم لك الكلمة تاني لعمر عايز افكر الناس ان امين عمر ده قبل كده سبق وتسبق في اقاف فرجاني ساسي ست مبارايا لما طرد يوم ما عمله كده بالا كان مستفز جدا له برضو طرد لان اجلية كان ليه فاولين انا فاكر كان ليه فاولين رسمي استفزت طول مباراة وما حسب همش كمان عمل نفس الفيلم مع اشرف بن شارقي مستاش كمان ان في المباراة اللي فاتت ادى انزار هم مستفزت كل ما هو ابيض لفريرا الراجل اللي طول القلد على الخط وعلى فكرة الانزار ده كان في الوقت الضايع الانزار ده كان في السبع دقائق يعني في نص دقيقة في الوقت لا كان موضوع سامسون وقع فهو فريرا بيقول له كان فيه خناء في الملعب في الاخر ست دقائق ورح مديله انزار يعني كل عدد يقتين طبعا ومجهي وقت الضايع لو هم سبع دقائق نقص منهم خمس سوادي بالزبط معلما بص انا مش عايز حاجة مش بتاعتي بديني حق انا وحش انا كنت وحش واستحق الخسارة على فكرة بس مش معنى كده انك تسلبني حق